في الحقيقة أكيد معكم ميسى الشهاب رئيس نادي بسمة أمل وأيضا نائب رئيس الجمعية الولائية إسهام وبذلك نحن نحقق عمل داخل الجامعة وخارجها وذلك من أجل التأطير القانوني لأعمالنا وهذا ما يشرفنا ويدعمنا من أجل أن نواصل الحمد لله وفقنا الله عز وجل أولا أن نخرج بهذا المخطط والبرنامج الرائع والثري والمتنوع وهو أسبوع علمي ثقافي رياضي استغنقنا وقت للتفكير والتشاور والحوار البناء والجاد رفقة العديد من الهائيات من أجل أن يكون أسبوع علمي ثقافي رياضي مميز واخترنا أن لا تكون هذه المرة احتفالات ذوي الاحتياج الخاصة باليوم العالمي الموافق لثلاث ديسمبر يوما واحدا فقط وأردنا أن نغير بل نتغير إلى الأحسن ونعطيه سبغة جديدة وهو أسبوع علمي كامل يقوم على العديد من الأنشطة من بينها الأنشطة العلمية التي كان الافتتاح يوم الأحد بيوم دراسي نحو زوايا النظر المختلفة من كل الكليات بجامعة الشهيد حمال أخضر على حسب التخصص وبذلك دراسة شاملة لفئة ذوي الاحتياج الخاصة من مختلف الزوايا ومن مختلف التخصصات من أجل أن نخلص في الأخير بنتائج يمكن أن تعالج قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة علمية من شأنها أن تعزز من فرص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الإدماج النفسي أو الاجتماعي ولملاء المهاني ولملاء حتى على مجال أو في مجال الوظيف العمومي ومجال السكن يعني وكل ما يريده تقريبا فئة كل ما تريده فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الثاني كذلك كان معرضا مفتوح للتعريف بأدوات ذوي الاحتياجات الخاصة كانت حاضرة معنا الإعاقة السمعية بمختلف الأدوات والأجهزة كذلك الإعاقة البصرية بلغة لبراي القراءة والكتابة كما شاهد أيضا هذا المعرض أجهزة الإعلام الآلي التي يستخدمها المكفوفين والهواتف الذكية كذلك جمعية مرضى السليك لتعريف بهذا المرض وأهم استخداماته وكذلك حاضرة معنا جمعية إسهام الولائية للتعريف بالعاقة الحركية العديد من الورشات يعني شهدها هذا اليوم الثاني واليوم الثالث كان أنشطة ثقافية بكلية الأدب واللغات المدرج أليف الذي كان يوما مميزا في حقيقة الأمر وذلك بأنشطة ثقافية فنية عروض مصرحية كذلك أنشيد مقاطع من الشعر والخواتر من أداء فئة ذو الإحتياج الخاصة تعبيرا على إرادتهم القوية في تقلد المهام وتقلد الأمور الثقافية والفنية كما أهدى العديد من الطلبة قصائدا وأنشيد لفئة ذو الإحتياج الخاصة في هذا اليوم كما تميزت جامعة الشهيد حمال أخضر وكلية الحقوق اليوم بنشاط رياضي ولأول مرة في رياضة مكيفة كرة الجرس للمكفوفين جمعت بين ثلاثة أفريقا فريق العزيمة وكذلك الإرادة وكذلك فريق التحدي والتي أفرزت على فوز فريق العزيمة بهذه الدورة وحصولها على الكأس كرة جرس لعبة بين ثلاثة لاعبين مقابل ثلاثة وسوف نتطرق إليها إن شاء الله هذه لغة جرسة التي تعتمد على السمع كرة جرس تعتمد على السمع هي تنمي حركة السمع فضلا على أنها تسعف ذو الإحتياج الخاصة من الخروج من الجو العادي والرتوني إلى ممارسة الرياضة داخل الوسط الجامعة وبذلك هذا نداء للسلطات المعنية والمحلية لعلنا نصل في الأخير إلى إنشاء ناضي رياضي لداخل الجامعة للرياضات المكيفة وكذلك حتى على مستوى إليه التلوادي للنهوض بهذه الفئة ليس فقط في مجال محدد بل نفتح المجالات كي تمارس هذه الفئة مختلف قواها ومختلف أنشطتها بكل حرية وبكل قوة وأبانت في حق الأمر الثلاث الأسبوع على قوة كبيرة في التحدي والتحلي بروح المسئولية والتعبير على رسالة كبيرة جدا لم يخلو هذا الأسبوع من المساعدة أو العرف الإنساني التي قدمه الطلب وأعذاء نادي بصمة أمل يعني من كل الجهود وتخونني العبارات كي أشكر أعضاء النادي المميزين بمختلف اللجان لأنهم بكل حقيقة ساعدوا هذه الفئة لأن من يساعدون هم أشخاص أقول مبصرين أو أشخاص لربما الكمال لله عز وجل بل أشخاص عاديين يعني أشخاص يعني تخوني لكلمات